قبل أيام على خروجها من المشهد السياسي إلى الأبد خرجت الإدارة الأمريكية أخيرا عن صمت وأكد وزير خارجيتها جون كيري دعم واشنطن للمحادثات المتوقع إجراؤها حول التسوية السياسية للأزمة في سوريا في أستانا الشهر الجاري كيري وخلال موجز صحفي وداعي في الخارجية الأمريكية أعرب عن أمله في أن تكون هذه المحادثات خطوة نحو حل الأزمة في سوريا نأمل في هذه المرحلة أن يكون اللقاء في أستانا خطوة كبيرة إلى الأمام بحال عقده وأشار كيري إلى أنه تحدث مع كل من نظيره الروسي سيرجي لافروف والمبعوث الأممي إلى سوريا ستفان ديمستورا ملمحا إلى اللقاء حول سوريا المزمع إجراؤه لاحقا في جينيف الهدف لم يتغير وهو الوصول إلى جينيف حيث لا بد من أجراء مفاوضات حقيقية وزير الخارجية الأمريكية أوضح أن بلاده لا تعتبر نفسها منافسة لكل من روسيا وتركيا وإيران في تنظيم العملية التفاوضية الهادفة إلى حل الأزمة مؤكدا تمسك واشنطن بفكرة أن الحل الدبلوماسي هو الوحيد الممكن إذا كان الهدف منه هو وقف القتال والتسوية السياسية وإعمار البلاد على حد تعبيره ومن المتوقع أن يجري لقاء بين الأطراف السورية في أستانا في وقت لاحق من الشهر الحالي أما لقاء جينيف فمن المخطط إجراؤه في الثامن من شباط القادم